أحداث خارقة غير مفسرة تحدث في الفندق ما لا يقل عن 16 جريمة قتل كان الفندق مسرحاً لها منزل مؤقت لبعض القتلة المتسلسلين الأكثر شهرة في أمريكا تاريخ مخيف لفندق سيسيل في لوس أنجلوس يقع فندق سيسيل في شوارع وسط مدينة لوس أنجلوس المزدحمة وهو أحد أشهر المباني في عالم الرعب تم بناؤه في عام 1924 عانى فندق سيسيل من ظروف مؤسفة وغامضة مما منحه سمعة سيئة ومخيفة لا مثيل لها لما يقرب من 90 عاماً كان تاريخ فندق سيسيل مليئاً بالفضائع الغريبة منذ بنائه السؤال الذي يراود الجميع والذي لم يتم تفسيره حتى الآن هل فعلاً أن التاريخ المخيف لفندق سيسيل في لوس أنجلوس كان مجرد سوء حظ عانى منه الفندق أم أن الفندق ملعون أو أن هناك بالفعل ما تخفيه غرف وأروقة هذا الفندق مما جعله يكتسب لقب أكثر فندق مسكون في لوس أنجلوس تم بناء فندق سيسيل في عام 1924 من قبل صاحب الفندق ويليام بانكس هانر وكان من المفترض أن يكون الفندق وجهة لرجال الأعمال الدوليين والنخب الاجتماعية أنفق هانر مليون دولار في ذلك الوقت على الفندق المصمم على طراز الفنون الجميلة والمكون من 700 غرفة والذي يضم ردهة رخامية ونوافذ من الزجاج الملون وأشجار النخيل ودرجا فخما لكن هانر سيندم على استثماره فيما بعد بعد عامين فقط من افتتاح فندق سيسيل وقع العالم في أزمة الكساد الكبير ولم تكن لوس أنجلوس محصنة ضد الانهيار الاقتصادي وسرعان ما أطلق على المنطقة المحيطة بفندق سيسيل اسم سكيد رو وأصبحت موطنا لآلاف المشردين وسرعان ما اكتسب هذا الفندق الجميل سمعة باعتباره مكانا للقاء المدمنين والهاربين والمجرمين والأسوأ من ذلك أن فندق سيسيل اكتسب في نهاية المطاف سمعة سيئة ومخيفة بسبب العنف والموت الذي حصل بداخله في ثلاثينيات القرن الماضي وحدها كان فندق سيسيل موطنا لما لا يقل عن ستة حالات موت تم الإبلاغ عنها دائما ما كانت هذه الحوادث غامضة ولا تفسير لها مما دع الكثير من الناس إلى وضع فرضية أن الفندق مسكون بالأشباح وهي المسؤولة عما يحدث بداخله في عام الف وتسعمائة وأربعة وثلاثون على سبيل المثال وجد الرقيب لويس دي بوردن ميتا في حمام غرفته وبعد أقل من أربع سنوات سقط روي تومسون من مشات البحرية من فوق فندق سيسيل وتم العثور عليه في منور مبنى مجاور في سبتمبر الف وتسعمائة وأربعة وأربعون استيقظت دروثي جين بورسيل البالغة من العمر تسعة عشر عاما في منتصف الليل وهي تعاني من آلام في المعدة أثناء إقامتها في فندق سيسيل مع بن ليفين ثمانية وثلاثين عاما ذهبت إلى الحمام حتى لا تزعج ليفين النائم ولصدمتها الكاملة أنجبت طفلا لم يكن لديها أي فكرة أنها كانت حاملة واعتقدت بورسيل خطأا أن مولودها الجديد قد مات فقامت بالتخلص من طفلها الحي إلى المبنى المجاور وفي محاكمتها ثبت أنها غير مذنبة بارتكاب جريمة قتل بسبب الجنون وتم إدخالها إلى المستشفى لتلقي العلاج النفسي في عام 1962 كان جورج جيانيني البالغ من العمر 65 عاما يسير بالقرب من سيسيل ويداه في جيوبه عندما ضربتهم رأة حتى الموت سقطت بولين أوتون 27 عاما من نافذة غرفتها في الطابق التاسع بعد مشاجرة مع زوجها المنفصل عنها دايوي أدى سقوطها إلى مقتلها هي وجيانيني على الفور اعتقدت الشرطة في البداية أن الاثنين سقطا معا لكنها أعادت النظر عندما وجدت أن جيانيني كان لا يزال يرتدي الحذاء لو كان قد قفز لسقط حذاؤه في منتصف الطريق في ضوء حالات الموت والحوادث المؤسفة وجرائم القتل أطلق على الفور على فندق سيسيل لقب أكثر فندق مسكون بالأشباح في لوس أنجلوس ضيفة أخرى بارزة في الفندق هي إليزابيث شورت التي أصبحت تعرف باسم الداليا السوداء بعد مقتلها عام 1974 في لوس أنجلوس قضية أخرى لم يتم حلها وبحسب ما قالت التحقيقات أنها كانت في الفندق قبل تشويهها وقتلها مباشرة وعلى الرغم من وجود عدد من المشتبه بهم في قضية الداليا السوداء بما في ذلك شخص واعدها بشكل خاص يدعى جورج هودل لا يعرف ما هي العلاقة بين موتها وفندق سيسيل ولكن ما هو معروف هو أنه تم العثور عليها في شارع ليس بعيدا من الفندق في صباح يوم الخامس عشر من يناير عام 1974 وفمها منحوط من الأذن إلى الأذن وجسدها مقطوع إلى قسمين في حين أن الكوارث المأساوية وحالات الموت ساهمت بشكل كبير في كثرة الجثث في الفندق فقد كان فندق سيسيل أيضا بمثابة منزل مؤقت لبعض من أفضع القتل في التاريخ الأمريكي في منتصف الثمانينيات كان ريتشارد رامي ريز قاتل ثلاثة عشر شخصا والمعروف باسم نايت ستوكر يعيش في غرفة في أحد الطوابق العلوية من الفندق خلال معظم عمليات القتل المروعة التي ارتكبها كان رامي ريز بعد أن يقتل شخصا ما يرمي ملابسه الملطخة بالدماء في سلة مهملات فندق سيسيل ويتجول في بهو الفندق إما عاريا تماما أو بملابسه الداخلية فقط لم يكن أي منها يثير الدهشة كما كتب الصحفي جوش دين سيسيل في الثمانينيات كانت فوضى عارمة وشاملة في ذلك الوقت كان رامي ريز قادرا على الإقامة هناك مقابل أربعة عشر دولارا فقط في الليلة ومع وجود جثث المدمنين في كثير من الأحيان في الأزقة القريبة من الفندق وأحيانا حتى في الممرات فإن أسلوب حياة رامي ريز المشبع بالدماء وجه الأنظار بالتأكيد نحو فندق سيسيل وفي عام 1991 كان القاتل المتسلسل النمساوي جاك أونتر فيجر الذي أعتاد قتل النساء بحمالات الصدر يتخذ الفندق أيضا كمنزل تقول الشائعات أنه اختار الفندق بسبب ارتباطه برامي ريز نظرا لأن المنطقة المحيطة بفندق سيسيل كانت مليئة بفتيات مشبوهات فقد زار أونتر فيجر هذه المناطق المحيطة مرارا وتكرارا بحثا عن الضحايا اختفت إحدى الفتيات التي يعتقد أنه قتلها في الشارع مباشرة بالقرب من الفندق بينما ادعى أونتر فيجر أنه واعد موظفة استقبال الفندق وبينما تعزى بعض حوادث العنف في فندق سيسيل وما حوله إلى قتلة متسلسلين معروفين إلا أن بعض جرائم القتل ظلت دون حل ومثال على واحدة من بين العديد من الأشخاص تم العثور على امرأة محلية معروفة في المنطقة تدعى جولدي أوسجود ميتا في غرفتها المنهوبة في فندق سيسيل لقد تعرضت للاغتصاب قبل أن تتعرض للطعن والضرب المميت على الرغم من العثور على أحد المشتبه بهم وهو يسير بملابس ملطخة بالدماء في مكان قريب إلا أنه تم التبرئته لاحقا ولم تتم إدانة قاتلها مطلقا وهو مثال آخر على أعمال العنف المزعجة في فندق سيسيل والتي لم يتم حلها ولكن في عام 2011 حاول فندق سيسيل التخلص من تاريخه المروع من خلال إعادة تسمية نفسه باسم Stay on Main Hotel and Hostel وهو فندق اقتصادي تبلغ تكلفة الإقامة فيه 75 دولارا في الليلة للسياح ولكن رغم ذلك فإن قصص العنف هذه لم تبقى مجرد شيء من الماضي فبعد مدة من الزمن وبالتحديد في عام 2013 حدثت إحدى أكثر حالات الوفاة غموضا على الإطلاق في فندق سيسيل في عام 2013 تم العثور على الطالبة الجامعية الكندية إليسا لام ميتة داخل خزان المياه على سطح الفندق بعد ثلاثة أسابيع من اختفائها تم العثور على جثتها العارية بعد أن اشتكى نزلاء الفندق من ضغط الماء السيء والطعم الغريب للمياه على الرغم من أن السلطات حكمت على وفاتها بأنها غرق عرضي إلا أن النقاد اعتقدوا خلاف ذلك قبل وفاتها التقطت كاميرات المراقبة لام وهي تتصرف بغرابة في المصعد حيث ظهرت في بعض الأحيان وهي تصرخ على شخص ما بعيدا عن الأنظار بالإضافة إلى محاولتها على ما يبدو الاختباء من شخص ما أثناء الضغط على عدة أزرار للمصعد والتلويح بذراعيها بشكل متقطع بعد ظهور الفيديو علناً بدأ الكثير من الناس يعتقدون أن شائعات الفندق المسكون قد تكون صحيحة بدأ عشاق الرعب في المقارنة بين جريمة قتل الداليا السوداء واختفاء لام مشيرين إلى أن المرأتين كانتا في العشرينات من العمر تسافران بمفردهما من لوس أنجلوس إلى سان دييغو وشهدتا آخر مرة في فندق سيسيل واختفتا لعدة أيام قبل العثور على جثتيهما على الرغم من أن هذه الروابط قد تبدو ضعيفة إلا أن الفندق اكتسب سمعة سيئة في مجال الرعب والتي يتصف بها حتى يومنا هذا في عام 2014 التقط أحد الشباب الموجودين في الفندق صورة من خلال كاميرته الخاصة لشيء يزحف بالقرب من نافذته وبعد تحليل الصورة من خلال متخصصين اكتشفوا أن ذلك في الغالب شبح وبكل تأكيد هذا ليس غريبا فالفندق وقعت فيه ما يقرب من ستة عشر حالة قتل تم العثور على آخر جثة في فندق سيسيل في عام 2015 وهو رجل قيل إنه انتحر وعادت قصص الأشباح والشائعات المؤرقة عن الفندق مرة أخرى حتى أن الفندق كان بمثابة مصدر إلهام مخيف لقصص الرعب الأمريكية حول فندق يعد موطنا لجرائم قتل وفوضى لا يمكن تصورها وبعد عدة سنوات وقع مطوري مدينة نيويورك عقد إيجار مدته تسعة وتسعين عاما وبدأوا في تجديد المبنى ليشمل فندقا بوتيكيا راقيا ومئات من الوحدات الصغيرة المفروشة بالكامل تماشيا مع جنون العيش المشترك المتزايد ربما مع ما يكفي من التجديدات يمكن لفندق سيسيل أخيرا أن يحسن سمعته بسبب كل الأشياء الدموية والغريبة التي ميزت المبنى المنكوب طوال الجزء الأكبر من قرن من الزمان وأنتم أعزائي هل تعتقدون أن هذه الأحداث طبيعية أم هناك شيء خفي وراء كل ذلك؟ أنتظر تعليقاتكم إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص والسلام عليكم